بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في clinical anatomy topics in lower limb موضوعنا النهاردة what is the functional difference between gastrocnemius and soleus طبعا كلنا ما درسنا anatomy عارفين ان دولة two muscles موجودين في back of the leg لكن actually two muscles دولة بيشتركوا في actions معينة وفي نفس الوقت بيختلفوا في actions تانية معينة ده مش كده وبس ده actions اللي بيتطفقوا فيها performance بتاع gastrocnemius فيها غير Surias يعني ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا هنفهمه من خلال الفيديو اول حاجة عاوزين نشوف ايه السوبرفيشال الموجودة في البوستير compartment of the leg اول عضلة عندي اللي لها رأسين اسمها بالعربي العضلة التوأمية اللي هي الجاسترو كينيميس تحتها على طول فيه عضلة تانية بلقي مسل اسمها سوليس مسل بين العضلتين بين العضلتين في عندي عضلة تالتة اسمها اسمها بلانتاريس انما العضلة الوسطانية ده اللي هي السوليس لا ما بتعملش كورس النيجوينت يبقى مش حيبقى لها اكشن على النيجوينت شوينت شوف المنطقة دي اللي بنسميها بالبلغ دي كده وبالعربي سمانة الرجل اللي عامل البلغ بتاع العضلات دي هي دي السوبرفيشال muscles of the posterior compartment of the leg تعالي ندخل جواها كده ونشوف ايه اللي موجود عملنا الستيكشن اهوت حالية عندي muscle ايه اسمها gastrocnemius عشان نبين المسل تحتها اللي هي اسمها gastrocnemius وبتوين التو muscles نازل عندي المسل التالتة اللي هي اسمها بلانتاريس اللي هي الكارتاب بتاعتها it has a short belly and long tendenius part نجوف في يو تالتة كده هنا احنا شرنا gastrocnemius خالص بانا عندي ايه بها بوضوح جدا بانا عندي السوليس muscle وهدي نازلة plantaris منظر اخير برضو جميل جدا هنبص هنا مرة posterior view ومرة هنا later view يلا نعمل enumeration بسرعة ادي gastrocnemius وبعدين نازل بينهم البانتاريس طب بص اما بص side view هتلاقي gastrocnemius عامل اوفرلاب مغطية من مغطية السوليس والوطر بتاع العضلتين بيتحد مع بعضه تحت هوت بيعمل لي وطر واحد اسمه تندو كالكينيس او تندو اكيلس طيب قبل ان ندخل في اي كلام عاوزين نراجع على الاتتاتشمنس والفانكشنس بتاع العضلات دي بصورة مبسطة جدا وسريعة طب بص كالا عن الرسمة الشهيرة بتاعتنا دي طبعا اللون الاحمر ده بالنسبة للجاستو كنميس والسوليس يكفيني حاليا ان انا اعرف انها طلعة من اللور بورت بتاع الفيما مهم نيجا تحدد بقى النقاط معينة ومين انترا كابسولا ومين اكترا كابسولا انسوقهم بس سوى العضلتين دولت انهم الجاستو كنميس والبلانتاريس طلعين من اللور بورت بتاع الفيما طب السوليس بقى لا دي طلعة من التيبيا والفيبيولا يعني ارد ارجن من الميدل بتاع بتاع التيبيا تندينيس ارشب بين التيبيا والفيبيولا والباك بتاع اللي هو الأبر سيرت بتاع السوليس طب بعد ما خلصنا الارجن تعال نشو بقى الانسيرشن عضلتين من الثلاثة دولت اللي هو الجاستو كنميس والسوليس بيتحدوا مع بعض بيعملوا تندون واحد اسمه تندو اكيليس بيبقى انسيرتت فين انسيرتت هنا هوات فيه الميدل اف زا بوستير بوردر اف كالكينيس بص كده عليه ده هنا سايد فيو ادي التندو اكيليس اهوت عامل انسيرشن في مين في الميدل اف زا بوستير بوردر اف كالكينيس ميدل اف زا بوستير سيرفس اف زا كالكينيس طب العضلة التالتة بقى اللي هي البلانتاريس اه التندون نازل عامل انسيرشن جاست نيديال تو زا انسيرشن اف تندو اكيليس يعني برضو ماسك في مين في الميدل اف زا بوستير سيرفس اف زا كالكينيس طب يا طرى من الاورجين ده والانسيرشن ده نقدر نحدد الاكشن اطبعا طيب التالت عضلات يعتبروا مروا على الباك بتاع مين بتاع اني جوينت يبقى التالت عضلات بيشاركوا فيه البلانتار فليكشن طيب مين من التالت عضلات دولات اللي عمل كروس للباك بتاع اني جوينت عضلتين منهم الجاستو كونيميس والبلانتاريس اللي اتنين دولات حيساعدوا فيه اللي هو الفليكشن بتاع اني نشوفها كلا مع بعض الشكل بتاع التندو اكيليس الحقيقة منظر رومانسي يعني بصوا يا جماعة ده اللي هو بنسميه بالبلد كده عرقوب الرجل اللي هو الكومنتين دوم بتاع الجاستو كونيميس والسوليس ده اللي بيحصل منه ما يشاكل كتير من الناس اللي بتبقى لابسة جزمة والحرف بتاعها من وقت هنا بيكون شارب وده انا هبقى اعمل فيه اللي هو موضوع كلينكل لوحده ان شاء الله فيما بعد اخر حاجة بقى نشوف الاكشن بشكل انيميتد اه دي كل العضلات بيشتركوا في ايه يا جماعة شوف اهو التلات عضلات بيشتركوا في بلانتر فليكشن طبعا ناخد بقى اللي هو الجاستو كينيميس والبلانتاريس عشان بيعمله كروس للباك بتاع ني جوينت يعني بيعمله ايه بيعمله ني فليكشن يبقى عندنا بقى اللي هو النيرف سابلاي بتاع الكالف موسيلز طبعا السوبافيشال موسيلز بتاعت الباك اوف زا لج اسمها كالف موسيلز طبعا النيرف الهيرو بتاعنا هنا هو التيبيال نيرف ده بيعمل سابلاي للسري موسيلز طيب هو طبعا له اسم تاني اسم ميديا البابلية النيرف طب ده مش كده وبس لا ده ده ديب بارتك اي سوليس نسل بياخد نيرف سابلاي كمان من البوستيو تيبيال نيرف وطبعا البوستيو تيبيال نيرف ده هو الكنتوشت بتاع التيبيال نيرف هو الكنتوشت بتاع التيبيال نيرف اما بينزل فيه اللي هو الهو باك اوف زا لج ندخل بقى في الموضوع بتاعنا ونشوف هو الطيب بتاع المسل فيبرز بتاع السوليس مصر هم مرسك على السوليس مصر وندخل هنا نشوف ايه نوع الفايبرز الموجودة فيها اه ده مالتي بنيت مسل فيبرز يعني عبارة عن فايبرز ستراندس كده ومسكة فيها اللي هو المسل فيبرز بصورة اوبليك كده نشوفها بصورة اوضح وبناء عليه يبقى المسل فيبرز بتاع السوليس المسل فيبرز مالتي بنيت مسل فيبرز المالتي بنيت مسل فيبرز دي ايه الكاركترز بتاعتها اول حاجة اول حاجة مع انها ولكن نطاق الكنتراكشن اللي بتعمله يعتبر قليل ولكنه قوي تعال نتقارن بنا بقى وبين المسل فيبرز بتاعت الجاستوكينيميس تبص كده مع بعض ادي اللي هو الجاستوكينيميس لو اخدنا سامبل كده المسل فيبرز بتاعتها هل يبقى عبارة عن مسل ماشية جنب بعضها بصورة بارل شكاية بنسميها بارلل مسل فيبرز طيب يعتبر بقى الكاركترز بتاعت البرلل المسل فيبرز ديت اه اول حاجة هي ويكر نكمبارزهم مع المالتي بنيت يعتبر ويكر ولكن اتهاز more range of movement او longer range of movement wider range of movement طيب بنائم بقى على اللي هو الباترن بتاع المسل فيبرز ديت يطرحنا ليه بنسمي السوليس مسل ديت الفرست جير ايه الفرست جير ديت اقول لك يا سلام ده جيربوكس جيربوكس اللي هو اللي هو بتاع القيادة بتاع العربية اللي هو في تيس ماشي فيه سرعات هو الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة وقادي المرش ديت ماشي الفرست جير اللي هو الصوع رقم واحد اللي حيجي عليها السهم ديت اعاية الصرعة كما واحد في العربية ديت احنا عرفين ايه فايداتها هي الرنج بتاع الموفز عيتها قليل يعني اقصى سرعة في العربية تتبقى من 15 ل 20 كيلو ولكن العربية بقية تقيلة جدا فمحتاجة قوة جمدة ماشي وازالك السرعة الاولى في ايه عربية هي محتاجة قوة جمدة والمطور ولكن الرنج بتاعها ماشي سريعة قوي ديت ادواج مرتز 15 20 كيلو ولذلك احنا بنعتبر الصلياس مصل ديت it has short range of movement ماشي ولكن it is strong خلاص عشان جا بنعتبرها اللي هو first gear اللي هو السرعة الاولى في العربية بنستخدمها في ايه بنستخدمها في jumping running على فكرة jumping أو running بنستخدم فيها العضلتين مع بعض gastrocnemius والsullius ولكن اللي بيعمل initiation movement اللي محتاج قوة بدينا نور رنج في البداية ولكن اقوى هو مين هو السullius مش كده وبس اما يكون عندي اني flexed ماشي في الاكشن بتاع الجس وكلمة سيبقوي جدا واللي باخذ ال upper hand هنا في plant affliction هو مين هو السullius muscle ثاني حاجة واحنا واقفين في درجة من الانقباض في السullius muscle ماشي علشان كده احنا بنحتبرها واحدة من anti gravity muscles طب ثالت فايدة بقى اللي هو السullius دجواها veins وكل ما يحصلها contraction تعمل squeeze لل veins عشان كده حتى تصعب بنسميها prefer heart اذا هي بتساعد فيه اللي هو venus return toward the heart تعال نقارب بقى وبين الاكشن بتاع gestrokenemias اه gestrokenemias بقى top gear الفتس بتاعنا اقصى سرعة في الفتس بتاعنا هي رقم كام السرعة الخمسة طبعا انا بعتبر انها متكلمة على العبية money ومش automatic ماشي السرعة الخمسة اهو ماشي ايه الكتب بتاع بقى gestrokenemias دي اه ده السرعة ماشي ومش محتاجة قوة جامدة من مطور ليه لانها بقت خفيفة على الارض يبقى gestrokenemias دي it has wide range of movement ولكن it is less powerful تعالوا بقى نشوف الاكشن بتاع gestrokenemias هل ستقال دلوقتي يتساوان gestrokenemias او soleus ما بيستدوم في running في jumping and so on ولكن gestrokenemias هنا اما اكون عاوز wide range of movement يقفل حالة دي اللي هيخض الابراند هو gestrokenemias طيب تاني فقر الاخشن ما بين وما بين السولياث بما انها بتعمل cross للback بتاع knee joint يبقى بتعمل flexion of the knee joint تانيت حاجة بقى احاطط في الحزبان انما يبقى knee joint flexed بيبقى range بتاع الاكشن بتاع gestrokenemias هنا is very limited اذا اتفقنا دلوقتي ان gestrokenemias والسولياث muscle اللي اتنين بيشتركوا مع بعض في انهم بيعملوا plantar flexion بس قلنا character او pattern بتاع plantar flexion في السولياث عن plantaris قلنا من الاقوى ومن الاضعف من اللي بدينا more range of movement ومن اللي بدينا less range of movement وقلنا ان السولياث بتمتاز انها تعتبر كمان anti-gravity muscles وبتساعد في venus return ان يرجع الى heart انما gestrokenemias قلنا انها بتتفوق على السولياث muscle انها بتساعد في knee flexion وانها range بتاع movement بتاعتها بيكون واسع ولكن less powerful بنخافش افضا كما تعودنا هم كم سؤال بساط جدا هتساعدوني فيه اول سؤال what is the common action of both gastrokenemias and soleus اعتقد انا قلتوا وعدتوا وزلتوا 60 مرة اثناء الفيديو what is the antagonist of gastrokenemias and soleus شو هما اين مين اكشبتهم على الانكل جوينت بيعملوا ايه يبقى ايه المسلز بتعمل dorsifliction اللي هو عكسهم طيب لسه يندلوقت ان gastrokenemias اللي هي العضلة التوقمية لها two pills medial belly and lateral belly يا ترى مين فيهم الاكبر medial belly ولا lateral belly طيب what is the explanation of explanation of historical story لا قصة تاريخية كده بتاعت الاسم بتاعه اللي هو tendo achilles او tendo calcinius لو قصة اغريقية كده يعني لا علاقة ببطل يوناني فحرب اسمها حرب تروادة وحصلوا جرح فيه التندو اكيلس ياريت اللي يعرف يقولنا القصة بصورة مقتصرة جدا يبقى ممتاز جدا وطبعا شكرا جزيلا واتمنى نكون ان شاء الله استفادنا من الفيديو شكرا جزيلا شكرا